التوانسة بكلهم قاعدين يلاحظوا اللي فم ديناميكية جديدة في البلاد ديناميكية قوية وفي تصاعد متاح حرك موطني ضد الشعبوية اللي كل يوم تزيد عزلتها ديناميكية بدات منذ أشهر وقت اللي خذنا مع برشة توانسة معاركة التخلص من الخوف وقول الحقاق وإبراز ضعف وتهاوي منظومة الشعبوية معاركة اللي مع الأسف كانت منها ولا يزال سجن العديد من الأصوات الحرة من مرشحين وإعلاميين وسياسيين ومدونين ثم معاركة الإعلان عن الترشحات والاقتناع بضرورة انتخابات ما كانوش توانسة يتصوروا اللي بيشتخذ أهمية هذه وتساهم في إبراز الوجه الحقيقي لمنظومة الشعبوية ثم معاركة التسكيات وإقبال ألاف التونسيين على توقيحها والمجاسفة بنشر أسماهم وتطوع العديد من شرفها هذه البلاد لجمحة وتقديمها سليمة وفي الأجال رغم الترهيب والمضايقات والإيقافات ثم مسلسل المعركة مع الهيئة العليا لانتخابات وفضح لا استقلاليتها ومن بعدها ملحمة الجلسة العامة لمحكمة الإدارية اللي بعثوا قضاتها شرفها برسالة أن تونس الحرة والأبية ويقفة وشامخة وصامدة ملحمة اللي ممكن نقولوا أنها حركة السواكن وشحذة العزئم ترجمة نانسي قنقر